في إطار تكفيف الحملات التفتيشية أعلنت وزارة الصحة عن إغلاق مطعم في محافظة العاصمة غلقا إداريا ورصد 16 مخالفة خلال زيارات التفتيشية للمطاعم والمقاهي بمختلف المحافظات وقد تم تحرير مخالفات لهذه المطاعم والمقاهي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهها بإحالتها للجهات القانونية لمخالفتها الإجراءات الاحترازية والاشتراطات المعلنة عنها للتصدي لفيروس كورونا المدرجة تحت المستوى الأصفر جاء ذلك خلال زيارات التفتيشية التي تمت بالتعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة وهيئة البحرين للسياحة والمعارض في إطار تكثيف الزيارات التفتيشية والتي تهدف للتأكد من التزام المنشآت بالاشتراطات الصحية والإجراءات المدرجة ضمن المستوى الأصفر وفق آلية الإشارة الضوئية لمستوى انتشار فيروس كورونا وقد قام مأمور الضبط القضاء بالجهات المعنية برصد المخالفات خلال الزيارات التفتيشية حيث تمت زيارة 158 منشآة من المطاعم والمقاهي ترجمة نانسي قنقر